مصر مش بس بتقوم بمكافحة الإرهاب وعملية تمويل الإرهاب لكن كمان لها أدوار كثيرة في كيفية حفظ السلام والأمن والاستقرار هنلقي الضوء مثلا على المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام في أكاديمية الشرطة والمركز بإعداد وتدريب الكوادر الوطنية والدولية للعمل ببعثات حفظ السلام وبيقدم كافة أوجه الدعم للراغبين في المشاركة من الجنسين وكذلك معني بتنظيم الفعاليات المختلفة والمتعددة من دورات تدريبية من ندوات مهمة جدا مؤتمرات ورش عمل بالتنسيق طبعا مع الجهات الوطنية والدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية وده بالتأكيد بيدي دفع وبيعزز من دور عملية حفظ السلام والاستقرار كمان الجهود اللي بتقوم بها وزارة الداخلية اللي بتمس بقى المواطنين وبتمسنا إحنا في الخدمات اللي إحنا بنلجأ إليها للقطاع الشرطي خصوصا قطاع الأحوال المدنية في إطار جهود التحول الرقمي اللي حادث في مصر حاليا على سبيل يعني المثال تم استحداث سيارات مجهزة بتتنقل في الأماكن العامة وطبعا الاستخراج بطاقات الرقم القومي الأوراق الثبوتية اللي كلنا طبعا بنحتاجها في حياتنا اليومية ومصالحنا كمان جرى تطوير عدد من المباني للرغبين في استخراج هذه الأوراق وطبعا الصور الأمام حضراتكم دي ناس كتير جدا مننا راحت وشافت ده على أرض الواقع إزاي الأماكن دي اختلفت بقت مميكانة بشكل كبير جدا تم رفع كفائتها بشكل محترم جدا حتى فكرة الترجمة في بعض الأوراق الثبوتية اللي كانت تحتاج ترجمة تم توفير عدد من مكاتب الترجمة اللي بتتم داخل المباني نفسها من الكلمة الحوالي 14 لغة مختلفة من بين الإنجليزية الفرنسية الألمانية ده بيشمل حقيقة قطاعات كتير جدا من قطاعات وزارة الداخلية واللي كلنا طبعا بشكل كبير استفدنا منها في الفترة الأخيرة فيه كمان التحول الرقمي التحول الرقمي ده بيشمل قطاعات كثيرة بيستفاد من التطور اللي بيحصل فيه وأي جديد فيه ملايين من الناس لأنه ده بيخدم عملية المصلحة اللي الناس بتروح لها في الجهد في الوقت بيخدم عملية توفير الطاقة حاجات كتيرة جدا التحول الرقمي أضاف لها ده غير الخدمات اللي مرتبطة بيه الحج القبول بكليات الشرطة زيارة السجون وغيرها من الطلبات والخدمات كمان الشيء برضو المميز الحقيقي برضو رهام في الجزئية دي هي اللي يتشق المعنى بأقسام الجوازات لأنها مش بس بتتعامل مع مصريين وإنما بتتعامل مع جنسيات اختلفة من المقمين على أرض مصر من جنسيات بقى من كل جنسيات العالم الحقيقة فالتطوير اللي حصل في أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية ده شيء لافت يعني الصورة أمام حضراتكم شيء محترم بيليق بواجه مصر المشتق أنه يظهر أمام كل متعامل مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة طبعا وجنسية فيه طبعا مقر جديد تم إنشاؤه بالإدارة العامة للمصلحة الخاصة طبعا بالجوازات والهجرة والجنسية في الوزارة الداخلية عملت خطة مرحلية عشان تطور كل أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية تمكنت من إجراء عمليات التطوير في كل هذه الأقسام وطبعا تزودها بالنظم المعلوماتية السريعة عشان تقدم للناس خدمة تكنولوجية متميزة خصوصا كمان لما ده يتعلق بالمقمين على أرض مصر فطبعا شيء محترم وشيء مميز والتطوير ده كمان راح لباقي الإسم يعني لازم يكون طبعا وجهة جديدة مختلفة في عملية تقديم الخدمات يمكن عمر دلوقتي كان بيتكلم عن قسم الجوازات رفع الكفاءة الإنشائية كمان لكافة الأقسام بمواصفات مميزة معمارية ده بيدي روح أخرى للمكان اللي فيه في أروقته أماكن كتيرة بيرتدها الجمهور وبيتعامل فيها بشكل مباشر علشان يقدي خدمته فبكده يعني طبعا السماح لتقديم الخدمة بشكل حضاري هيبقى بنسبة أكبر كمان من بين الخدمات الحية احنا بنتكلم على اللي بيحصل في الداخلية كمان قطاع المرور يعني قطاع المرور فيه مع تحسن شبكة الطرق كمان فيه حسن إدارة لإدارة هذا السطح اللي هي الطرق اللي بتتحرك عليها العربيات وحنا كلنا بنستخدمها كل يوم واحد من الحاجات الحائلة اللي بتساعدني بشكل شخصي هو مثلا الكاميرات اللي بتتركب أو الرادارات الموجودة على بعض الطرق اللي كان فيها حركة سواء سريعة جدا فنرده بنلاقي الناس واخدى بالها كويس جدا من هذه الكاميرات بدأت حتى تنضبط السرعات بتاعت الناس وفي النهاية الهدف ايه؟ الهدف هو الأرواح طبعا إن أنا أوصل بسلام أنا وقصرتي فده غير حتى من سلوكيات بعض الناس في القيادة كمان فكرة الملسق الإلكتروني عشان قادر أحمي سيارتي وأحمي ممتلكاتي ونتكون كل بنات مؤمنة فالحقيقة دي واحدة من الخدمات الحالة المتميزة خلال الفترات اللي فاتت ترجمة نانسي قنقر